والسؤال المهم ازاي اخرج من حالة اليأس والاحباط اولا الثقة في الله خلي عندك ثقة ان ربنا مش هيتخلى عنك امشي في طريقك ما تخليش حاجة توقفك طالما هدفك نبيل اوعى تفقد الامل لحظة مهما كانت الظروف فالله معك يرعاك يحفظك يوفقك ولازم تعرف ان ما فيش حاجة اسمها احباط في حاجة اسمها تجارب اختبارات ابتلاءات ورسائل وهدايا من الله ربنا يوفقك وتقرأ الرسالة صح تعالى نتعلم من اعظم الواثقين في الله محمد مطارد من الجميع مطلوب حيا او ميتا لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم مطرود من بلدك وكل الناس بتجري وراك يا ترى شعورك حيكون ايه تيئة صح يجيلك احباط مش كده والله ابدا المؤمن في الشدة بيزداد امل في الله وثقة بالله وتمسك بالله ويقين بالله يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما عد يا سراقة ولك سواري كسرة ايه الثقة دي رسول الله سيدنا يعقوب والد سيدنا يوسف شيخ كبير فقد ابنه الصغير احب اولاده الى قلبه والاصعب ان اللي ضيعه اخواته وكان بيصبر ابن بن يمين اخ سيدنا يوسف واقربهم شبها لسيدنا يوسف ضاعه وكمان ومن كثرة حزن عليهم فقد بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ده اكيد لازم ييأس ويفقد الامل فربنا راجل مسن يفقد ولاده الاثنين ويفقد بصره رغم كل ده ما زال عنده امل في الله وثقة في الله كبيرة قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ليه قال الكافرون لانهم ما يعرفوش ربنا ما يعرفوش ان ربنا كبير وعلى كل شيء قدير ما يعرفوش ان ربنا احنين ثقتك في الله اشتركوا في القناة